من ايرلندا الشمالية عبر تطبيق الزوم دكتورة عفاف عيد وهي طبعا يعني كلنا عارفين قد ايه يعني هي قدمت حاجات كتير حلوة دكتورة عفاف عبدالربو هي رئيسة الجالية المصرية في ايرلندا الشمالية خلينا يعني نرسل السلام ونقول لها اولا كل سنة وانت طيبة ونبارك ايضا حصولها على وسام الامبراطورية البريطانية نموذج مشرف لمصر دكتورة عفاف مساء الخير عليك اهلا اهلا مساء النور استاذ شافكي واهلا بالمصريين واهلا ببلدنا الحبيبة اللي احنا يعني بنستن شفعت رهى من خلالكم ومن خلال التلفزيون المصري الاصيل اهلا بيك وكلميني اولا النهاردة بنحتفل بتلاتين يونيو كلنا خارج ودخل مصر كل مصري بيحتفل من قلبه كلميني عن وانت عايشة في ايرلندا كلميني عن المشهد يعني كنت شايفة مصر ازاي قبل تلاتين يونيو ومصر بعد تلاتين يونيو اه يعني حتخليني اتناهي التنهيدة كبيرة انا عرف التنهيدة وراها ايه اه يعني قبل ما نبدأ ونتكلم خليني ابدأ بالاية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبانا الذين قتلوا في سبيل الله امواتا من احياء عند ربهم يرزقون ألف رحمة على كل شهيد يعني استشهد في سبيل الارض المصرية استشهد في سبيل الام والزوجة والابنة استشهد عشان قاطر بلدنا الحبيبة فدي كانت رسالة لازم ابدأ بيها تحية للشهيد المصري اللي دفع حياته تحية للزوجة لزوجة الشهيد تحية لابنة الشهيد تحية لام الشهيد المرأة المصرية القوية اللي بتتحدى السحاب المرأة يوم يعني بتتم زيجة ليها من ضابط شرطي او جندي في القوات المسلحة بتبقى شايلة حياتها وحياة أسرتها على كفها وتبقى دايما هي عارفة ان هي ممكن في يوم من الايام هتقدم الكتير علشان هذا البلد فتحية لكل امراضي مصرية يعني كان لازم ابدأ بهذا الكلام يعني الحقيقة تحية للمكتب الحربي اللي موجود في لندن اللي يعني عرفنا يعني ايه مصر قبل 30 يونيو وفي 30 يونيو وزي حضرتك معارفة الجالية المصرية في ايرلندا الشمالية كان ليها دور ودور مميز يوم 30 يونيو احنا كنا وقفين امام باب البرلمان وكان عندي ضيوف من القاهرة الضيوف دولت كانوا هم الجمعية التجارية البريطانية وكانوا جايين عشان استثمار وإحنا سبنا كل الاعمال وسبنا كل الاستثمارات ووقفنا النادي تحية مصر كانت كلمة واحدة بس بنقولها تحية مصر تحية مصر الى ان ربنا يعني كتب لمصر النجاة والنصر 30 يونيو تاريخ مميز غير معايا لمبلدنا الحبيبة بلدنا منذ هذا اليوم بدأت عملية بقى يعني خليني دايما نقول ايه انا شايفة نهضة محمد علي من 30 يونيو من بداية 30 يونيو وحتى هذا الوقت انا بس يمكن من يومين او اقل من يومين كنت في سفارتنا في دابلين بنحتفل بيوم 30 يونيو والحقيقة دايما المناسبات السعيدة بتيجي معها 30 يونيو 30 يونيو كان الحقيقة افتتاح مصر للطيران خط الخطوط المصرية في دابلين وده الحقيقة خط احنا استنيناه من زمن طويل جدا وزي ما احنا تعودنا من بلدنا الحبيبة ان هي في كل مناسبة من هذه المناسبات الطيبة والاعياد القومية تقدم حاجة جديدة تهدينا تقدم حاجة جديدة والحقيقة يعني كان موجود معانا وحضر الاحتفالية الكابتن عمر ورئيس مجلس ادارة مصر للطيران والحقيقة كان يعني لو تشوفي قد ايه التحدي وقد ايه الحب وقد ايه الاعلان علشان خاطر الناس تقدر تركب مصر للطيران قد ايه التنافس عشان دعم اقتصاد بلدنا وسياحة بلدنا طبعا هي بلدنا في القلب وانتم كمان في القلب انا بشكرك جدا دكتور عفاف عبدالربو ودايما نبقى على تواصل معاكم ودايما بلدكم موجودة وفي انتظاركم ويعني ما اتدأ ديها طول الوقت بشكرك شكرا جزيلا كل سنة وانتم طيبين في اي مكان بتكونوا موجودين فيه بشكرك شكرا جزيلا اشتركوا في القلب